مهم جدا نبص وقفات سريعة فنية اكيد انتوا فاكرين معانا من بداية عادنا بالبرنامج اون سبوت اون سبوت على الرجاء وحنقف في نقاط سريعة مع فريق الرجاء عايزين نقول ان الرجاء خرج منه تلات لعبين مهمين جدا بما لونجو راح الدوري الاماراتي راح الشرقى وخرج سوفيان رحيمي للعين الاماراتي وايضا يعني الاتنين دول اكيد مؤسرين جدا وبدر بنون قبلهم كان راحي النادي الاهلي ولكن تبقى حزوز الرجاء اكيد طول الوقت موجودة لان لما نستعرض مواجهات الاهلي والرجاء حلقيها دايما تنافسية 8 مباريات 3 فوز للاهلي و2 فوز للرجاء 3 تعادلات وتسجيل اهداف 12 للنادي الاهلي و8 للرجاء عشان كده دايما الرجاء بيلعب كرة لها شخصيتها فريق جماهريا له كل احترامه وقاعدته الجماهرية كبيرة جدا في المغرب ودايما بنقول ان مواجهات الرجاء شديدة الصعوبة بالتأكيد يا فارس وبرضا عشان نحط يعني جماهير النادي الاهلي في الصورة حابين نقول لكم ان المدير الفني لفريق الرجاء تم تعيينه تاريخ 11-11-2021 قاد فريق الرجاء في 3 مباريات فقط لغير فاس في مبارتين وخسر في مباراة امام أوليمبيك سالفي كانت نتيجته امام شباب المحمدية وكانت دي اول مباراة بعد لسعد وتعادلوا مع الوداد 1-1 المباراة التالية كانت بين الرجاء والشباب المحمدية فاز رجاء 2-1 المباراة اللي بعدها كانت الرجاء اوليمبيك اسفي وفاز اوليمبيك اسفي 1-0 المباراة التالتة وكانت دي امبارح فازوا في الديئة 1-95 على حصنية اغادير 1-0 وكمان كان فيه راكل الجزاء للرجاء لو حابين نحط حضراتكم في الصورة كانت شبيهة براكل الجزاء محمود علاء اللي تصدى لها علي لطفي ولعيبها ساسي خلف فوق العرضة في مباراة الاهلي والزمالك الدور الاول الموسم الماضي هي بالضبط كانت نفس الشبه ولكن مكان ساسي كان حميد احداد اللي لعيبها جنب القائم وانتهت المباراة 1-0 وبالتالي رصيد المدير الفني مع فريق الرجاء مباراتين فوز مباراة هزيمة وكمان تاريخه ممكن يكون بشكل ما مطمئن لحد بعيد انه قعد حوالي سنتين بدون تدريب يمكن اخر محطة ليه كانت مع ايران لعب فقط لغير او قاد ايران منتخب ايران فقط لغير في ست مواجهات الست مواجهات اللي قادهم مع ايران فاس تلاتة وتهزم اتنين وتعادل واحد حتى المحطة اللي كانت قبل منتخب ايران كانت مع منتخب كوتيفور وايضا ست مباراة وتعرض لاربع زائم وتم اقالته لو في حاجة حققها المدير الفني الفريق الرجاء كانت مع منتخب بلجيكا لان هو اصلا بلجيكي ماركي في لوميتس وطبعا وصل بيهم دور التمانية في كأس العالم 2014 ولكن خرج امام الارجنتين بالهزيمة واحد سف ووصل بيهم في يورو 2016 ايضا لدور التمانية ولكن خرج امام ويلز بالهزيمة تلاتة واحد بصمات المدير الفني على الفريق لسه ما ظهرتش وكمان بيتعرض لانتقادات شديدة جدا من جماهير فريق الرجاء ايضا جماهير فريق الرجاء ما تعرفش غير الفوز وبالتالي في انتقادات للمدير الفني ولكن كل ده لا يعني اي شيء احنا عندنا تسعين ديئة الموفق فيها اللي هيقاتل فيها على البطولة هو اللي هيحقق اللقاء طيب ترتيب الرجاء ايه فنيا في الدوري او في البطولة المغربية زي ما بيقولوا عليها اشقاءنا في المغرب ترتيبه التاني وده يمكن احد اسباب التغيير الفني لعب 13 مباراة فاس في 8 وتعادل في 3 وخسر 2 سجل 18 هدف واستقبل 8 اهداف وعنده بالنقاط 27 الوداد بيفوقه بخمس نقاط والوداد بيلعب مباراة اقل وده مهم جدا طيب الرجاء نقاطه الفنية متعددة اعتقد زي ما بنقول هيفضل عبدالالله حفيزي من اللاعبين اللي انا بحبهم وهو لاعب مؤثر ولكن السنة دي عبدالالله حفيزي تقريبا ما سجلش ولا هدف في البطولة المغربية وصنع فقط 3 اهداف منهم هدفين من ركنياتي وده يدل ان حتى اخطر اللاعبين هجوميا بن مالونجو كان شراسة هجومية كبيرة جدا برضو ما بقاش موجود لو رحنا لهداف الرجاء هنلاقي حميد احداد لاعب الزمالك السابق هو هداف الزمالك في البطولة المغربية سجل اربع اهداف كلهم من العمق لانه هو بيلعب كمهاجم صريح للفريق ودايما بيختارك من العمق وبيعتمد على التمريرات اللي سواء بتكون من عبدالله حفيزي او من بن حليب لما بيلعب او ايضا من زريدة لما بيلعب تمريرات من منتصف الملعب وحميد احداد سجل اربع اهداف محتاجين نقف عند النقطة التانية سجل ثلاث اهداف محسن متولي وده لاعب وسط ملعب ولكن بيميل لصناعة الفرص عنده ثلاث اهداف اللي احنا حنوقف عنده هو مروان هدهودي مروان هدهودي على طريقة بدر بنون وكأن الرجاء عنده حاجة كده من الكلاسيكيات الخاصة بفريق الرجاء وهو المدافع اللي بيتقدم في كل الرقلات السابقة والضربات الركنية وبيكون له تأسير طبعا عندنا بن حليب هدفين وبقية اللاعبين اللي سجلوا هدف واحد نروح بقى لمروان هدهودي لأن دي نقطة مهمة جدا وأعتقد الجهاز الفني عامل حسابها لو استعرضنا التلات اهداف اللي سجلهم مروان هدهودي ازاي السنتر باج بتاع الرجاء بيكون متقدم دي كرة اتلعبت له من الجانب الايمن مروان هدهودي كان حاضر وحتى بيجيد لعب ضربات الرأس مش مجرد انه بيخلص من الكرة لا وجه الكرة في الارض ثم ارتطمت ودخلت المرمة الصورة التانية نقدر نستعرضها ايضا مروان هدهودي واللعب رقم 24 كان قادر يطلع هو المرتقي ده رقم 24 اعلى واحد في الصورة ارتقاء عالي جدا اعلى من باقي اللاعبين كلهم وقدر يسجل بسهولة يحسد عليها انه هو كمان مش بس بيستغلوا طوله الارتقاء والجانب عنده بيعمل تيك اوف متميز جدا في الطايمينج كمان ودي كمان كان في مباراة الوداد ومباراة يعني قوية جدا فرقت معهم لو رحنا الهدف الثالث كمان حتى هنا هو يا جماعة الكرة كانت من ركنية ازاي قدر يقطع ما بين السنتر باكس في المباراة ويقدر يسجل بالقدم يعني ده يدل كمان انه هو مش مجرد لاعب بيستغل طوله لا هو كمان لاعب قريطة تحركاته زكية جدا بانه هو بيقدر يختارك بين السنتر باكس بتحرك بشكل جيد بيقرأ العرضية وزي ما بقول هو مميز جدا في الطايمينج دي من الحاجات المؤثرة جدا في الرجاء واللي اعتقد لازم ناخد بالنا منها ونكون عاملين حسابها ونتمنى بقى على الجانب الآخر بدر بنونز زي ما ورانا كده مع منتخب المغرب دوره اللي كان بيعمله مع الرجاء نتمنى نشوفه برده بتأكيد يا فارس ولكن ده سنتر باك فبالتأكيد الأدوار الهجومية اللي بيتكلم عنها يا فارس هي أدوار بتكون في القرات الثابتة وإن كان على مستوى خطوط الدفاع الرجاء بيواجه مشكلة دفاعية تحديدا في الهارب بيسس بين السنتر باك والفول باك وبأي فريق بيقدر يلعب عليه الدبل باس بيقدر يصنع هجمات خطيرة جدا على فريق الرجاء ولكن ممكن نقلق فرق المغرب أو شمال أفريقيا تحديدا بتكون الدربات السابتة مميزين فيها وده حقيقي وبالفعل بيكون مميزين فيها ولكن فريق الرجاء آخر عشر مواجهات في الدربات السابتة عملنا مقارنة كده بين آخر عشر مواجهات للنادي الآلي وعشر مواجهات لفريق الرجاء واستفادتهم من الدربات السابتة وما ده حصلهم عليها النادي الآلي حصل على 35 ضربة حرة دي ضربات حرة على حدود منطقة الجزاء مقابل 29 لفريق الرجاء. قدر كل فريق يسجل منه هدف. طبعا عارفين الهدف الاستفاد منه. النادي الأهلي كان هدف علي معلول في مباراة غزل المحل. لكن حتى على مستوى الركنيات فيه تقريبا شبء تماثل. ده تقريبا مش تقريبا. هو الرقم اللي هي مفارقة غريبة جدا. الأهلي حصل في آخر عشر مطشاط. 53 ركنية. والرجاء أيضا 53 ركنية. يعني معدل 5 و 3 من 10 ركنية في كل مباراة. لكن الأغرب هو تسجيل الأهداف من الركنيات. الأهلي مسجل 3 أهداف في مبارياته في الدور المحلي. وكمان فريق الرجاء مسجل 3 أهداف في مبارياته العشرة الأخيرة. وبالتالي مش عاوزين نقلق من أي نقطة قوة بنتكلم فيها. لكن لازم نحط الجماهير النادي الآلي في الصورة. وبالتأكيد واسقين تماما أن بيت سمس ماني عنده يعني دارس الفريق بشكل كبير جدا. وإن كان. الاسلوب اللي هيلعب به فريق الرجاء وارج جدا يحمل مفاجئات. ليه وارج جدا يحمل مفاجئات؟ فريق الرجاء عنده مشكلة في الموسم الحالي. وتحديدا بعد احتراف سفيان رحيمي في فكرة الوينجات. العيبة اللي بتلعب وينجات عنده مشكلة فيها كبيرة جدا. يمكن كان لازعد بيجرب في بين حليب كتير بيلعب. وحميد أحداد كتير بيلعب. ولكن مارك بيلعب دايما بحميد أحداد رأس حربة. واللي احتياطي مصطفى قيته. وبالتالي هو عنده أزمة في الجناحات. طب خلينا نستعر التشكيل متوقع. لو هو فكر ان هو يلعب أربعة اتنين تلاتة واحد. اللي لعب بيها آخر تلات مرات اللي هو قضهم فيها. هيحط مين في الجناحات بشكل مثالي. ونستعرد بعد كده تشكيل. ممكن يعالج الأمر ده ازاي. خلينا نستعر التشكيل الأول. وهو تشكيل فريق الرجاء في حالة ان هو يلعب. لا ده التشكيل التاني. أنا عايز التشكيل اللي قبل ده. اللي هو يعد بالزبط كده. بالزبط. ده طبعا أنسي زنيتي حارس المرمى. هادهودي. وطبعا النهاري اللي هو كان في منتخب اللي موجود في قطر حاليا. وأنسي زنيتي برضو موجود في قطر حاليا. وعبدال الحفيزي موجود في قطر حاليا. لو لعب باربعة اتنين تلاتة واحد. هيكون على اليمين عبدالإله مدكور. وعلى الشمال محمد سبول. الاتنين اللي في نص الملعب دول. فيهم واحد تقريبا ثابت هو العرجون. وفيه واحد متغير. لكن هخلينا نلعب باربعة اتنين تلاتة واحد. هيكون العرجون أومر عرجون ومحمد زريدة. ولو لعب بالتلاتة اللي قدام بيكون محسن متولي. اللي هو المفترض بيلعب أكتر في وسط الملعب. ولكن بتم توظيفه كجناح. سواء بقى يمين أو يسار. وعالجانب الآخر بن حليب. بن حليب. اللي تقريبا مش أساسي للمورات الأخيرة. وإن كان لعب أربعة وثلاثين دقيقة. أمام هم حميد أحداد. عبدالله حفيزي. عبدالله حفيزي طبعا هو في مركز عشرة في طريقة أربعة اتنين تلاتة واحد. لكن في مشكلة أن بين حليب قدراته الدفاعية مش كبيرة. وكمان بيلعب بشكل مش أساسي الفترة الأخيرة. فبالتالي ممكن نشوف تشكيل مختلف تماما قدام النادي الأهلي. ممكن نستعرضه بقى التشكيل أي وهو ده التاني. هتلاقي نجومة. ونجومة ده لعب دستروير قوي جدا. مقدم مباراة كبيرة جدا أمام حسنية أغادير. أكثر استخلاص للكرة. لعب مجهود كبير جدا. أي التحامات كانت مباراة معاه. كان هو الفايز بها. خسر فقط لغير الكرة ثلاث مرات. فبيتحط هو مكان زريدة. ومحمد زريدة بيروح على أحد الأجناب. وبيروح محسن متولي مكان بن حليب. وبيكون بن حليب احتياطي. وعبدالله الحفيزي تحت حميد أحداد. ده التشكيل اللي ممكن يلعب به أربعة اتنين تلاتة واحد. لكن مش عايزين نعتمد على أنه هيلعب أربعة اتنين تلاتة واحد. لأن علاج الوينجات الضعيفة من وجهة نظر المدير الفني. ممكن نلاقيه بنتفاجئ قدام نادقالي. أنه بيلعب أربعة تلاتة تلاتة. بأنه بيحط نجومة. وبيحط العرجون. وبيحط زريدة بنص الملعب. محسن متولي بيكون ناحية. وعبدالله الحفيزي في الجانب الآخر. تحت حميد أحداد أو كيوتية. ولكن كيوتية لعب تسع مبارات مع فريق الرجاء هذا الموسم. سجل هدف واحد فقط لغير. فبيعتمد عليه احتياطي. وريد جدا يفكر في حاجة تانية. أنه هو يلعب بحميد أحداد وينج. ويلعب كيوتية رأس حربة. أعتقد هي دي الأوراق اللي ممكن بيتحرك من خلالها المدير الفني لفريق الرجاء. وأعتقد بيت سمو سماني شايف ده بشكل أبخر. وشايفه بشكل أعمق كمان. أنا متفق معك جدا هجمان. ولكن كمان دفاعيا هم فعلا عندهم مشكلة. مش بس كمان كأفراد. لا كمجموعة. وزاد بالنسبة لها إلياس حداد. هو أفضل مدافعي الرجاء حاليا. واللي كان إصابته بالنسبة للرجاء يعني كارثة كبيرة جدا. قبل مباراة النادي الأهلي. وأثر على حظوظهم. كمان في حاجة فنية ممكن تحصل. ودي أنا شخصيا. يعني ما بتمناش إنه هو يلعب كده. إن حركاس يلعب كسنتر. ويلعب 3-4-3. وناهيري كمان يروح. سواء إنهيري في الوسط كان وقت كتير بيلعب أو يلعب كباج شمال. ولكن التشكيل ده الأقرب. وفكرة إنه هو يلعب بسطارة دفاعية. هو لو حيعتمد إنه هو يلعب على قدرات النادي الأهلي. غالبا ممكن يعتمد إن بين حليب ما يبدأش من البداية. ولكن بعيدا عن قوة الرجاء. إحنا مش عايزين نبالغ فيها. إحنا بالعكس. قلنا لكم الرجاء رحل عنه في وجهة نظرنا. أغلب اللاعبين المؤمنين. حتى مصطفى كواتي اللي كلمكم عنه. أغلب كتير جدا. ما تقدرش نقارن ببين مالونج طبعا. أرقام مختلفة وبروفايل لعب مختلف. فلا. النادي الأهلي يا جماعة عنده أفضل لعبين في أفريقيا. فنتمنى إن ده ينعكس على أرض الملعب. ونشوف رقميا. ونستغل صغرات الرجاء الكتير جدا. دفاعيا. وتحديدا فعلا ما بين الفول باكس. عنده مشكلة كبيرة جدا في المساحة. ما بين الظهير والسنتر باك. اختراقات كبيرة جدا من فرق متواضعة جدا في البطولة المغربية. بمجرد الدابل باس حتى بشكل بدائي بيتضربوا فيها. بالتأكيد يا فارس. طبعا حبي بنوه بقى على خطة فاع النادي الأهلي. حميد أحداد متخصص متخصص في إنه يلبس رقلات جزاء.